النهاردة في كافة ماريو ما هنتنش بحاجة مهمة جداً هو القرن 19 يعني 1800 والـ 1700 والـ 2000 القرن 19 يا جماعة ده يعني 1800 دايما نقصوا رقموا وتفهموا القرن 16 يعني 1500 عادي جداً بس اللي هنالككلم عنه النهاردة هو ثورة صنعية حصلت خلال سنة 1800 العصر الفكتوري قرن 19 ودي قدت إلى تغيير العالم بشكل كبير يعني إيه ثورة صنعية؟ ده اللي نعرفه النهاردة في خمس نقاط في كافة ماريو أول حاجة لازم نعرفه أن الثورة الصناعية هي انقلاب جذري جدري كامل في القطاع الكامل بتاع الصناعات والحرف والزراعة يعني كنا بنزرع نطلع الزرع نلمه نحطه نبيعه ده نمط ولكن أصبح فيه النهاردة آلة بدأت تدخل والآلة دي بقى لها استثمار وبقى لها نوع من أنواع التعامل اللي خلنا نسرع انتجات الزرع ونعمل حاجة غير الزرع ما بيناش أمة زراعية بينا بنزرنا حاجات من الحديد والصلب والسخنات والحاجات والمحتاجات فإذا بقى عندنا نوع من التحول الكامل باستخدام الموتورات البخارية الأول بعد كده روحنا للبنزين والمازوت والجاز والكل ده وفي المستقبل هنستخدم عصير القصة بأكيد طبعا زي ما كتب لنا في الكتب زمان عشان نتدور محركات تدينا نوع من أنواع التصنيع التاني بمنتجات مختلفة تماما رقم اثنين الموتور المحرك في تمانيات القرن الثمانتاشر فيه مختار اسمه جيمس وات وطبعا شكده بقول بتاع ده كم كيلو وات الراجل ده اسمه وات أصلا طور محرك بخاري وده أدى إلى بداية اشتعال الثورة الصناعية الانتاج وتراكم رأس المال بدأ اشتغل وعمل مصانع وخطوط انتاج واشتغلوا على القطارات والقطارات دي أهم حاجة حصلت إنها بدأت تنقل الغلة بشكل أسرع وتروح لأماجن بعيدة جدا جدا فقدرت أبيع بدأ مبيع في غيط الطفاح ده أبيعوا للناس اللي جنبي ببيعوا إلى قارة تانية خالص فطبعا قد إيه حصل إنتاجيات مرعبة عشان تخلي العالم يروح في منطقة تانية خالص الحديد كمان حل مكان الخشب وبدأت الدنيا تروح لمنطقة من البنايات المختلفة تماما يلا نطلع حاجة عظيمة لأن احنا بقى عندنا مكان بيتني الحديد فإذا يلا نعمل ناطحات سحاب فإذا كله جري بشكل مختلف لما بدأت الثورة الصناعية تقوم رقم 3 الكهرباء اختراع ده يا جماعة أصلا موجود الكهرباء دي موجودة في السمك على فكرة اللي بيكهرب بس إزاي نده نطوعها ونحطها جوه أسلاك ونعمل بيها قطر كهربي أو نعمل بيها حاجة تنور لنا عشان نصهر بالليل عشان الليل ينقلب نهار ونقدر نشتغل أكتر برضو يا جماعة من القرن الثمنتاشر اللي هو ألف سبعمائة لقد قرن تسعتاشر ألف تونمائة بدأت الكهرباء تكبر لغاية ما وصلت لمرحلة من أشبه الموصلات وعملنا بوردة كمبيوتر واوا كل ده بدأ من اللقطة بتاعت إن احنا طوعنا الكهرباء ودخناها جوه السيستم بتاع العمل رقم 5 مين أهم حد استفاد من المنطقة بتاعة الثورة الصناعية ويل ديوريند في كتابه الشهير قصة الحضارة قال إنه السورة الصناعية أهم حاجة حصلت فيها هي أن انجلترا استفادت ولمت الغلة كلها ليه لأنه كل الاختراعات دي تمت في انجلترا تقريبا بدأت كده تقوم الدنيا فطبعا خادوا وش القفص زي ما بيقولوا عشان يطلعوا أفضل ما عندهم في الاختراعات واللي بيملك العلم عكسا من الناس متخيلة تماما اللي بيملك العلم هو اللي بيملك قيادة الشوب أمريكا النار دا ما بتحكمش العالم بالسلاح وبضرب النار بس ضرب النار دا عارض من أعراض القوة اللي جاية أصلا من العلم لذلك انجلترا هي أول دولة قدرت أن هي تشتغل على النسيج المعادن الزراعة كل حاجة بدأت تروح لمنطقة الميكانة السرعة بقت أعلى الاستغناء عن الإنسان بها أكتر بقى فيه efficiency بقى فيه دقة في عمل الحاجة ولذلك من أهم الثورات الصناعية حصلت هي اختراع مكنة الخياطة دا كان شيء مبهر بالنسبة للملوك ان هو يبقى فيه ما كان بتعمل لنا تكستايلز وتدينا الهدوم بدون ما نتعب ونقعد شهور مستنينها وكذلك الطباعة لما دخلت النهار دا برضو في الإطار دا أصبح النهار دا مطبعة جوتنبيرج دي أو أول مطابع بدأت تظهر في العالم سرعت إنتاج الكتب فالعلوم انتشرت بسرعة فالبشرية جريت بخط رأسي سريع جدا جدا عن الطبيعة اللي كانت ماشي بيه رقم خمسة من العوامل السلبية للثورة الصناعية هي أن أصبح فيه هجرة من المناطق الريفية إلى المناطق المدنية عشان هي اللي فيها المكان دي اللي فيها الوزارات دي اللي فيها الشرور فطبعا حصل هجرة الهجرة دي جرادت بعض الأراضي بوازت الدنيا علت الأسعار في المدن بشكل كبير وحصل خلال اجتماعي خلاف أنه طبعا برضو بيحصل أزمة لما النهار دا حد يفقد شغله ممكن فيه حد يتعلم حاجة جديدة يدخل يعمل AI كده فيتعلم واحد تاني ما بيفهمش الAI فيبتدي كدزاينر كحد بيعمل أي شغل مكتبي ممكن فجأة شغله يقف ففيه ناس قدرت تسورفايف السورة الصناعية وفيه ناس ما قدرتش قعدت في البيت وانتهت حياتها على كده وده يعتبر نوع من أنواع سنة البشرية في أنه دايما فيه تطور في الكائنات فيه كائنات بتموت وكائنات بتاحية برضو كذلك فيه تليفون أرضي بعدين بقى فيه البيجر وبعدين فيه الاسلكي بعد كده بقى فيه الموبايل لغة كل ده فإذاً هي الدنيا عبارة عن تطور حتى على مجال الأجهزة والصناعة وأشوفكو بكرة في كاف ماري